كيف يحاسب العاصي وقد كتب الله عليه المعصية وكيف دخل إبليس الجنة ووصف لآدم بعد أن طرده الله منها ومن هو النبي الذي ضرب ملك الموت وجعله يعود إلى ربه وما هو الماء الذي يخرج الجن من جسد الإنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما هي الجملة التي كتبت على قبر النبي إبراهيم عليه السلام كتب على قبر النبي إبراهيم عليه السلام إن المرء لا يصحبه إلا عمله وماذا قال إبراهيم عليه السلام لملك الموت عندما جاءه قابضا قال إبراهيم لملك الموت أرأيت خليلا يميد خليلا فوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام وقال له أرأيت خليلا يكره لقاء خليله ومن الذي دفن النبي إبراهيم عليه السلام دفن النبي إبراهيم عليه السلام أبنائه إسحاق وإسماعيل عليه السلام وكيف مات النبي داود عليه السلام دخل ملك الموت على النبي داود عليه السلام فقال له داود عليه السلام من أنت فقال له أنا من لا يهاب الملوك فعلم أنه ملك الموت ومات عليه السلام وما هي الدودة التي تكلمت وماذا قالت كانت الطيور والجبال تسبح مع النبي داود عليه السلام فطلب داود عليه السلام من ربه أن يسكت الطيور والجبال لكي يسمع صوته فوح الله تعالى وأرسل ليه ملكا ونزل به إلى باطن الأرض فنظر إلى دودة في الظلام تقول سبحان من يراني ويعرف مكاني واسمع كلامي وارزقني ولا ينساني وكم يوما مرض النبي آدم عليه السلام قبل وفاته قيل إن آدم عليه السلام مرض 11 يوما وعندما توفي آدم عليه السلام حزنت عليه جميع المخلوقات لمدة سبعة أيام وما هو آخر ما أوصى به آدم عليه السلام أوصى آدم عليه السلام ابنه شيث ألا يخبر قابيل بعلمه لأن شيث هو النبي الثاني بعد موت هابيل فقد رزق الله تعالى آدم عليه السلام شيث بعد موت هابيل بخمسين سنة ومعنى اسمه هبة الله فأوصاه أن لا يخبر قابيل بعلمه لكي لا يفعل معه مثل ما فعل مع هابيل ومن الذي دفن النبي آدم عليه السلام وصلى عليه الملائكة وكفنوه بورق السدر حتى قال شيث لجبريل عليه السلام صلي عليه فقال جبريل عليه السلام لشيث صلي على أبيك فكبر عليه ثلاثين تكبيرا وكم كان عمر النبي نوح عليه السلام عندما بعث إلى قومه عندما بعث نوح عليه السلام إلى قومه كان عمره 250 سنة وما هي الوصية التي أوصاها نوح لابنه قبل وفاته أوصاه بإثنتين ونهاه عن إثنتين أوصاه بلا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده ونهاه عن الشرك وعن الكبرى وماذا قال ملك الموت لنوح عليه السلام قال ملك الموت لنوح عليه السلام كيف رأيت الدنيا يا أكبر الأنبياء عمرا قال له كدار لها بابان دخلت من أحدهما أخرجت من الآخر وما هي الوعود الربانية الأربعة الوعد الأول إن شكرتم لأزيد أنكم أما الثاني فاذكروني أذكركم أما الوعد الثالث ادعوني أستجب لكم وأما الرابع وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وكيف يحاسب العاصي وقد كتب الله عليه المعصية قبل أن نسأل هذا السؤال ونقول لماذا يحاسب العاصي وقد كتب الله تعالى عليه المعصية أسأل ونقول لماذا يثاب الطائع وقد كتب الله تعالى عليه الطاعة لكن في الحقيقة أن الله تعالى عندما تحدث عن الإنسان قال وهديناه النجدين والنجدين هم الطريقين أو السبيلين طريق الخير وطريق الشر فمن تخذ طريق الخير فله الجنة ومن تخذ طريق الشر فله غير ذلك ولكن من كمال علم الله تعالى أنه يعلم ما هو الطريق الذي سوف يختاره الإنسان ولماذا شرع الله الصلوات في هذه الأوقات شرع الله تعالى الصلوات في هذه الأوقات لكي يذكر الإنسان ربه في كل حين ولا يطول عليه الأمة فإنساه فقد قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدونا ما هو علاج الروح الصلاة والاستنفار وما هو علاج الجسد كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله تعالى اصطفى من الكلام أربعا فما هم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وهذا هو غراس الجنة كما قال النبي إبراهيم عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما هي طريقة النوم التي يبغضها الله النوم على البطن فيضجعت أهل النار وما هي الملة التي كان عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ملة الحنيفية ديانة النبي إبراهيم أملة النبي إبراهيم عليه السلام لأن الدين واحد وهو الإسلام ومن هو النبي الذي حرم الله عليه اللبن هذا هو موسى عليه السلام حرم الله تعالى عليه المرادع ورده إلى أمه ومن هو النبي الذي ضرب ملك الموت وجعله يعود إلى ربه هذا هو موسى أيضا عليه السلام عندما جاء له ملك الموت قابضا فقال موسى عليه السلام عين ملك الموت عاد إلى ربه ثم أصلح الله تعالى عين ملك الموت عاد إلى موسى عليه السلام وقال له إن الله يأمرك أن تضع يدك على متن الثور وكل شعره تكون تحت يديك تعيشها سنة فقال موسى عليه السلام ثم ماذا قال له الموت قال له اقبضها الآن ومن الذي حفر قبر النبي موسى عليه السلام ثلاث نفر من الملائكة وكيف دخل إبليس الجنة ووسوس لآدم بعد أن طرده الله منها قيل أنه دخل في فم حية ووسوس لهما وقيل أنه وقف على الباب وناداهما الله أعلم وما هي كذبة إبليس شجرة الخلد فلو كانت هناك شجرة اسمها شجرة الخلد لما مات آدم عليه السلام ولكنها كذبة إبليس وما هو الماء الذي يخرج الجن من جسد الإنسان ماء زمزم لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعم طعم وشفاء سقمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ماء زمزم لما شرب له فلا دعو الإنسان دائما بنية إخراج المرض حتى وإن كان سحرا وما هو الماء الذي يمحي الذنوب والخطايا ماء الوضوء وكذلك ماء دموع العين التي بكت من خشية الله وكيف دخلنا الدنيا وكيف سنخرج منها دخلنا الدنيا بلا شيء وتعركنا على كل شيء وسنخرج منها بلا شيء وسنحاسب على كل شيء جزاكم الله خيرا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وجزاكم الخير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته